من ضمن المواضيع المحيرة جداً عند الأهل إن هما نفسهم عيالهم تحقق أكتر من هما حققوه ونفسهم عيالهم يحققوا الابتزان اللي بقى موضة في العالم دلوقتي وهي مضحلوة جداً إن الإنسان يبقى متزن بل هي دي السنة فالعيال ياريت يدرسوا متفوقين وياتر اللي عبوا رياضة ويبقوا قطال وياريت برضو يبقوا قاعدين مع أنا في البيت وعندهم صلة للرحم نفسي ابني كده يطلع إنسان متزن أحسن بكتير بالطريقة أنا أتربطها لكن المسألة المحيرة كتير من الأهل بيخافوا يفضلوا يضغطوا يضغطوا يشجعوا لغاية ما العالة تطفش مش قادر مش قادر على كم المذاكرة والتفوق ده وكم التمارين والبطولة دي وكم من مش عاف الزيارات الأسرية مش قادر لغاية ما العالت في سن المراقة يقول لهم كفاية فبيبقى الموضوع ده شوية محير إزاي أشجع ابني من غير ما ضغط عليه فييئس والحقيقة أن الموضوع ده خاضع لاستقبال الابن للتشجيع في قيمة كبيرة جدا جدا في الشخصية اسمها تقدير الدات إن أنا أبقى حاسس إن أنا كبير إن أنا أستحق النجاح إن أنا أستحق إن أنا أدوق طعم التفوق أنا حاجة كبيرة لو الأهل نجحوا إن الولد يشعر إنه حاجة كبيرة لما يشجعوه هيشعر إن الأهل بيشجعوه لأنه يستحق التشجيع مش بيشجعوه بس لأن ما تكسفناش قدام الناس أبدا أنت من حقك تدوق طعم النجاح علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيأمر المؤمنين ويحثهم على أفعال صالحة كان يقول لهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ده اسمه نداء التعظيم ربنا كان يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي في مطلع صورة الأحزاب اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها فأنت ربنا بيقول لك يا أيها الذين آمنوا وبعدين يقول لك أنت مؤمن أنت عملت أكبر إنجاز أن تصدق بيه ولم تراني فبداية الأمر قبل ما يشجعك على حاجة بيقول لك أنت كبير قوي درجة أن ربنا في القرآن كانت تيري يكلم المؤمنين يقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس أنت أحسن ناس فأنت النهاردة لما تبدأ تغذي في ابنك أنت كبير أنه يستحق النجاح ساعتها لما تبدأ توجهه استقباله يختلف قوي تاني حاجة مهمة قوي أنك تعمل اتزان ما بين أنك أنت تبقى task oriented و people oriented إيه الكلام ده فيه ناس بتهتم بالمهمة لازم تنجز المهمة دي زي مدير عايزين نحقق مش عارف المستهدف ده حتى لو الموظفين ماتوا مش ده الموضوع لازم نحقق الرقم ده اسمه task oriented وفيه واحدة يسمه people oriented زي نقعد مع بعض ونهزر ونأكل حاجة حلوة حتى لو الشغل ما ممشيش ولا كده ولا كده مع التربية لازم الواحد يبقى عنده اتزان ما بين أن الولد يحقق الأرقام ويبقى متفوق ويكسب البطولة والكلام اللي كل الأهالي بيتمنوا ده لكن ما تنساش نفسية الولد نفسه عشان كده المربيين يقولك دايما شجع ابنك على السعي وما تربطش رضاك عنه بالنتيجة يعني شجعه أنه ينتظم في المذاكرة انت تستحق تقعد على الكتاب وتذاكر شجعه ينتظم في التمرين انت تستحق وقتك يبقى رايح في حاجة تقو فيها جسمك وتحقق فيها ذاتك وتاخد فيها طوتك اللي تخليك يوم ما تمسك الكاس كده تبقى فرحان بنفسك انت تستحق كده فهشجعه على السعي لكن بعد السعي فيه واحد أشطر منه في الفصل مش دايما هيطلع الأول ولا التاني ولا الخامس وفيه واحد أحرف منه في الرياضة مش دايما هياخذ البطولة ولا دي ولا اللي بعدها لكنه مركز ونظرات الفخر انك انت يا ابني بتتعب في حياتك زي ما أنا بتعب في شغلي انت بتتعب في حياتك انت قدوتي يبني في الرياضة ولا انت قدوتي وقولها بصدق لأنه هو فعلا قدوتك العالم فعلا في الزمن ده ما بين التمارين والدراسة والدروس بتحتاج ان الأهل يشعروهم بالتقدير فبفكرك شجعوا على السعي ان يسلك الرحلة صح ولو لم تتحقق النتيجة هقولك تعمل ايه بس ما يبقاش فخرك بيه مرتبط بالنتيجة لان قد تكون النتيجة في أقدار الله أو في قدرات الولد كمان مش دايما أحسن حاجة فلو حيران تعمل ايه عشان تشجع ابنك من غير ما تضغط عليه اديني قتلك الخلاصة واتمنى يكون فيها الشفاء وراحة البال شكرا